اشتركوا في القناة او ليش انت بتحكي بعد مرات اشياء احنا ما منفهمها ليش الظروف ضاغطة ليش في صعوبة بالجو يعني مش قادرين نصل لتفسير لهذا الموضوع فحابين انه انا اوضح شو الاسباب لهذا الموضوع طبعا اول شيء احنا منذكر بكل حلقة في مزاج الكواكب نذكر انه في كواكب بتتراجع وحكينا في حلقات تراجع الكواكب كل كوكب في تاريخ تراجع ذكرنا الاثار اللي رح يعملها على جميع الابرج فيبدو انه معظم الاشخاص اللي سألوا هذا السؤال ما سمعوا اللي هي تحذيرات التراجع لهاي الكواكب وايش التأثيرات اللي بتأثرها على جميع الابرج فعشان هيك او انه ما انتبهوا او ما ركزوا او ما يعني بنحط كل الاحتمالات فخليني انا بطريقة بسيطة جدا اشرح لكم ياهي فعلا هاي اثقل فترة خلال هذا العام بتمر على جميع الابرج دون استثناء طبعا ليش؟ لانه لما تحسبوا انه في عنا ست ابراج او ست كواكب رئيسية موجودة في ست ابراج رئيسية بتتراجع يعني فقدت السعادة تبعتها بالعكس اعطت نحوسة يعني اعطت نوع من انواع الضغط على الابرج فلما تحسب هنه اساسا اطنعشر برج وبلغة الفلك احنا نقول اطنعشر بيت اللي هنه بشملن كل مجالات حياة البني ادمين فلما تحسب انه ست بيوت من هاي الاطنعشر انشغلت انشغلت بطاقة سلبية عنيفة طيب معناته الاثار السلبية رح تطغى على الباقي لانه الباقي مش كل البروج فيها كواكب يعني فيه بروج خالي يعني لما نيجي نحكي مثلا العقرب خالي ما فيه القوس خالي ما فيه كواكب يعني ما فيه لا ايجابي ولا سلبي السرطان خالي الاسد خالي طيب لما يكون عندي انا اربعة ما فيها اي وجود للكواكب وستة نحوسة واثنين مشغولات باشياء يعني يلا يلا مسلكة حالها طيب ايش المتوقع معناته؟ معناته متوقع ضغط كبير على جميع الابراج والمشكلة انه تراجع الابراج الكبيرة هاي او تراجع الابراج الستة هذول متفرقات يعني بشمل مجال فخلينا ناخذ مثلا برج واحد يعني ما بدأ اخذ كل الابراج وعلى اساسها اللي بتابعوني واللي بيعرفوا من زمان واللي تعلموا اساسا كثير من علم الفلك من وراء الحلقات اليومية لاني بشرح بالتفصيل وبذكر بالبيوت وكل بيت وشو البيت بالنسب لبرجه او بالنسب لطالعه فصاروا يعرفوا هذي النقطة نو اجينا بدنا ناخذ اول برج عشان احنا اه لا بدناش ناخذ اول برج خلينا ناخذ احنا البرج اللي موجود فيه الشمس اللي هو برج العذراء ماشي بالنسبة للعذراء لما نيجي نشوف موجودة عنده الشمس وموجودة عنده الزهرة طيب على المستوى النفسي من المفروض ان يكون ممتاز ولكن الواقع بيحكي انه على المستوى النفسي هو مضغوط عنده تقلبات نفسية عنيفة جدا بالفترة هاي ليش؟ لانه اول اشي الزهرة اللي موجودة مش بكامل طاقتها هذا واحد اتنين الزهرة نفسها بتشكل زاوية تربيع مع المريخ فقدت يعني اعطت نحوسي ما اعطت اشي ايجابية والشمس برضو يلا يلا عملت شوية زوايا تثليث ولكن زاوية التقابل راح تعمل اوجها فبرضو راح تفقد من طاقتها وبرضو في زاوية تربيع ما بين الشمس وما بين المريخ فقدت من طاقتها برضو بسبب هاي الزاوية هاي عنا اول بيت بيت الشخصية كيف تضرر طيب نجي على الميزان الميزان اول اشي الشمس في بيت ما تعبو يعني هو فاقد للطاقة اثنين عطارد عنده بيتراجع اوكي فهنا لو اجينا حسبناها على العذراء منلاقي هذا بيت المال طيب بيت المال بما انه عنده عطارد بيتراجع واسلا ان طاقته ضعيفة معناته هو عنده اضطرابات ومشاكل على المستوى المالي وعنده مصاريف زيادة وعنده التزامات وبتجي مصاريف من تحت الارض وضغوط من تحت الارض اوكي هاي اخذنا البيت الثاني طيب نيجي ناخذ البيت الثالث ما في كواكب يعني لا تأثيرات لا ايجابية ولا سلبية على مستوى التواصل والاتصالات والحوارات والنقاشات والدراسة اللي هي الدراسة الابتدائية طيب ناخذ البيت الرابع على مستوى البيت برضو القوس ما في كواكب معناته على مستوى البيت ما عنده اي مشاكل لا ايجابية ولا سلبية يعني بمعنى على حسب طبيعته وعلى حسب طبيعة الحياة اللي هو عايشها بتمشي ظروفه طيب نيجع البيت الخامس هاي الخبيعة الخامس بيت أساسي وهو بيت العاطفي والحب والعلاقات والرومانسيات والحضوض وهو إلى ما النهاية عنده بلوته بيتراجع طيب هاي هنا أعطانو حوسب أفقد حضوضه وبالعكس بيسوي نوع من أنواع التأكير في العلاقات العاطفية وبعض المشاكل في العلاقات العاطفية وبعض العوائق حتى في العلاقات العاطفية نيجع البيت السادس اللي له علاقة بالصحة وإله علاقة بالعمل فنيجع من الأجي زحل بيتراجع فضغطوا على مستوى العمل وبضغطوا على مستوى الصحة وبجيب له مفاجآت على مستوى الصحة لأنه أساسا زحل عامل زاوي التربيع مع أورانوس كوكب المفاجآت فيها بجيب له مفاجآت على مستوى العمل من ناحية سلبية يا بجيب له مفاجآت على مستوى الصحة من ناحية سلبية طيب نيجع البيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية وبيت الأحبة وبيت الزواج وبيت الأمور اللي إلها علاقة حتى بالقضايا القضائية اللي هو الحوت فهنا بنلاقي نبتم برضو بيت راجع فهنا دخلت الأوهام والأحلام والمشاكل والحدث والشك والغيرة وبعض الخلافات اللي بتيجي من وراء تقلبات المزاج وبرضو بتعمل نوع من أنواع الخلافات أو الشكوك بمصداقية وأخلاقية وإلى ما لنهاية للشريك طيب نيجي على البيت الثامنة الأموال المشتركة عنده المشتر بتراجع طيب هنا برضو هيسبب له وأول إش المشتري فقد حضوضه وفي نفس اللحظة أعطاه وجاب له مشاكل على المستوى المالي اللي إلها علاقة بسداد الديون وإلها علاقة بالقروض وإلها علاقة بحسم رواتب أو إلها علاقة بمسائل إلها علاقة برضو بأشياء بتتعلق بالميرات أو حتى الأوراق القانونية أو المعاملات اللي إلها علاقة بالبنوك والضريبة والتعمين وإلى ما لنهاية وحتى على المستوى العيلة برضو بتجيب تقلبات إلها علاقة بوضع عائلي معين بتسبب نوع من أنواع الخلافة طيب نيجي على البيت التاسع البيت التاسع من له أورانوس بيتراجع وأورانوس والنا التاسع وبرضو في نفس اللحظة عامل تربيع مع زحل اللي موجود في البيت اللي هو السادس بالنسبة له فهنا بالنسبة للتاسع علاقته مع الأجانب متقلبة علاقته مع المعارف اللي خارج البلاد متقلبة في السفر ما في حضوض على مستوى الدراسة الجامعية بيصير في بعض المشاكل والتأخيرات على مستوى الامتحانات بيصير مفاجآت على مستوى القضايا القضائية نفس الشيء لأنه السابع والتاسع لهم علاقة بالقضايا القضائية يعني ضغط برضو على المستوى هذا حتى اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير بتصير عندهم بعض التقلبات أو بعض المشاكل اللي إلها في العمل نيجي على البيت العاشر البيت العاشر بيت السمعة عنده المريخ المريخ صحيح سعيد بحضوضه ولكن بشكل زوايا تربيع معناته بده يسوي على مستوى السمعة نوع من أنواع التهديدات وعلاقاته بالمسؤولين وبعض المعارف والعلاقات بيصير فيه نوع من أنواع المشاكل معهم وبرضو سهل أنه يتخالف سهل أنه يشوه سمعته سهل أنه يدخل بمغامرات أو مجازفات تنعكس سلبا عليه طيب خلصنا من البيت العاشر بيته 11 بيت الأصدقاء والمعارف ما فيه كواكب معناته على حسب طبيعة تعامله هو على حسب مزاجه على حسب ردات فعله بتصير علاقاته بهاي الفترة إيجابيا أو سلبيا على بيته بيت المتاعب برضو ما فيه كواكب فمنجد أنه نفس الشيء على حسب طبيعة الحياة ولكن لما نحسب الضغوطات اللي صارت معاه على مستوى ست بيوت أو سبع بيوت طب هاي سبع بيوت هاي يعني بالنسبة له ضغط كبير وعنيف جدا ومؤثر بشكل سلبي جدا فلما تيجوا تحسبوا هسا كل برج يخدهم بالترتيب يعني من برجك أنت نفس اللي أنا حكيته نفسه حطه مثلا أنا بدي أحكي عن الحمل نفس الشيء بعد البيت الأول عنده المشتري البيت الثاني عنده أورونوس البيت الثالث عنده المريخ البيت السادس عنده زحل وعند زهراء وعنده الشمس البيت السابع بيت الشراكي عنده عطارد بيت راجع البيت العاشر عنده بلوته بيت راجع بيته 11 بيت العلاقات مع الأصدقاء برضه عنده بيت راجع زحل نبتن في بيت المتاعب برضه بيت راجع طيب شو ظل؟ يعني لما تحسبوا على كل الأبراج فبتجدوا أنه جميع الأبراج بالفترة هاي عب تعاني من نوع من أنواع الصعوبة إلا بعض الأبراج طبعا اللي في ساعة ميلادها كانت وضعية الكواكب في خارطة الفلكية بتشكل زوايا إيجابية مع هاي الكواكب اللي بتتراجع في هاي اللحظة بتعطيها بعض الحدود اللي ممكن يعني شوية تنجيها من هالضغوطات يعني هذه يعني أكيد لأنه مش كل الخارطة الفلكية هاي اللي أنا ذكرتها بتنطبق على جميع الأبراج معناته كل الأبراج لا هي في أبراج ولكن هاي الأبراج بتكون قليلة جدا في ساعة ميلادها بتكون الكواكب بوضعية بتعمل زوايا إيجابية مع هاي الكواكب اللي بتتراجع فبتعطيهم فرص تعطيهم إيجابية بتعطيهم سفر بتعطيهم دراسة بتعطيهم عاطفة بتعطيهم ارتباط بتعطيهم أمور زي هيك ولكن هل إنه هذا للكل؟ لا مش للكل فعشان هيك لما أنا باجي بعمل توقعات اليومية وبعطي تحذيرات أنا بقيس على كل هاي الأشياء بعطيك مختصر بالتوقع اليومي ولكن المختصر بيشمل كل اللي أنا ذكرته اللي بتابع من زمان كنت أنا حلقة التوقعات اليومية اللي بقول لي أنت بترغي كثير وبتحكي كثير وتتفلسفش كثير يا أخي تروح اسمع غير المختصر أنا زلمي بحب أعطيه بذمي وضمير وأخلاق وأماني للجميع فحبك تسمع بتسمع ما حبك بتمشي بتسمع برجك ما بدك تسمع عادي عملي حضر وروح تابع غيري يعني ما عندي أي مشكلة بس إني أنا أقلل من المعلومات يعني أنا التوقعات اللي كنت أعملها عشان الناس تعرف شوي يعني توقعات يوميا ومش من السهل تنعمل التوقعات اليومية كانت الحلقة تقعد ساعة وربع وساعة وثلث وأنا أشرح كل برج وبيوته الاثناش تأثيراتها كيف حكيت عن الحمل الآن نفسه هذا كان يعني العذراء عفوا كان ينحك لك كل برج كل برج في الحلقة ينحك له نفس الإشي فعشان كانت الحلقة تكون طويلة ومرهقة ومتعبة وفي نفس اللحظة كان يعني شوي في بعض الإمكانيات الآن ما في إمكانيات فعشان هيكي بحاول أختصر أنا بنوع من أنواع التحذيرات بنوع من أنواع الدعم في بعض المنازل اللي بيكون فيها قوة من حركة القمر أو من بعض الزوايا اللي أقول لكم وين تستغلوا النقطة وين تحذروا من النقطة هذا مختصر أنا عارف أنه كثير من اللي في الحلقة ما رح يسمعوا هذا الكلام ما رح يهمهم هذا الكلام بهموا يسمع برجه وبرجع بسألني ما علش لو سمحت تسأل تحكي أننا أحنا شو سبب الضغوطات رغم أني أنا شرحت هذا الحكي إلا أنه في ناس رح ترجع تسألني لأنه بدوا ألقموا إياها إله لحاله وأنا هذا الإشي ما رح أعمله يعني أنا هيكي أعطيت جواب بسيط إن شاء الله تكونوا فهمتوا علي طبعاً اللي فهم علي واللي سمع اللي أنا حكيته واللي وصل معي لهنا شكراً لإله لأنه هذا بده يتعلم هذا بده يستفيد هذا بده يعتمد على نفسه في جلب المعلومة مش على سعيد وعلى غير سعيد لا إله مخ بده يفهم بده من ناحية علمية كيف بتصير الأمور أما أني أجل أقول لك خزع بلات وهذا بده ينسحر وهذا قابلية السحر عليه وأنت فيه فلان بيعمل لك عمل وفلان مش عارق لا 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 هي الوضع الفلكي مطين بكل صراحة مش ناقصة سحر الشغلة ومش ناقصة أعمال ومش عارف إيش وتوكلات وحسد وغيره فيش حدا فاضل حدا في الأيام هاي كله كله مشغول في بعض فعشان هيك مش إنه منهاجم السحر إنه ما فيش سحر أو ما لا لا السحر موجود والعين موجودة والحسد موجودة والأمور هاي كلها موجودة ولكن بضرف الفلكي الموجود حاليا يعني يلا يلا كل واحد يلتهي في حاله في الفترة هاي فعشان هيك اللي بيجي بقول لك معمولك ومسحورك وهاي الفترة وبنزل عليك وانت فيه ناس بيشتغلك هذا كله كلام فاضي الوضع الفلكي إجمالا ضغط على جميع الأبراج فعشان هيك هذا اللي أنا حكيته يعني بس هيك معلومة عشان أجاوب على هذا الموضوع صحيح إن أنا طولت يعني تقريبا 15 دقيقة وأكثر فعشان هيك أعذروني اللي وصل طبعا لها غاية هاي النقطة وسمع هاي المعلومات اللي أنا حكيتها استفاد منها يكتب لي ما استفاد منها يكتب لي حابين أشرح لكم بطريقة ثانية برضو ما عندي أي مشكلة برجع بعيدها على أساس أنه الكل يكون فاهم شو اللي بصير بكفي خلينا نروع على توقعاتنا اليوم بالنسبة لتوقعاتنا اليوم طبعا القمر اليوم موجود في برج الجوزاء لا آخر يوم لأنه بده يبدأ في خلوم مسار صباح الأحد رح ينتقل القمر ويصير في السرطان طبعا هو حاليا زي ما حكينا طيلة اليوم موجود في الجوزاء هو الآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ستة وسبع دقائق من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة أيضا جيدة وصالحة لكل شيء بما أنه القمر موجود في برج الجوزاء معناته ما زالت الفترة هاي أنه جميع الأبراج بشعروا بالنشاط باتصالاتهم بحركتهم بنقاشاتهم حوائراتهم بشعروا بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتهم اليومية بيتقلب الناس من حولهم في أفكارهم أو من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي أما بالنسبة للزوايا البطية فطبعا عندنا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المريخ وهاي زاوية طبعا سلبية تأثيراتها لغاية يوم 19-9 بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب أكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية طبعا من ناحية دولية بالدل على ازدياد أعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وزيادة حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والخيان الزوجية وبعاني الفنانون والمطربون من عدة صعوبات في تسويق أعمالهم الفنية وهي فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية والمضاربات المالية وأيضا لطرح بعض المنتجات الجديدة للأسواق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين نبتون طبعا بدأت تحمى هاي الزاوية يوم أمس كانت ذروتها طبعا هي مستمرة لغاية يوم عشرين تسعة هاي زاوية بتجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيدة عن الواقع ما بين يعني أفكار وبعض الخيالات بعض الحدث المخيب للآمال الأحلام الكوابي صدغات الأحلام الشك والغيرة بتكثر في هاي الأمور أما بالنسبة لدوليا فهاي بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل إلها علاقة بالقطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر أو إشي بيتعلق بهاي الأمور اللي هي الأمور البحرية مثلا استقراج غاز أو نفط من البحار أو شغلات زي هيك أو المواني وبرضو بزيد نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطوفونات وتقلبات المناخ وربما يكون في بعض الأمور تسرب للغاز أو حوادث تسمم جماعي وكذلك أمور الهلاقة بتقلبات بأسعار النفط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 22-9 طبعا هاي بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا وسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية حكينا تأثيراتها طويلة شوي لغاية يوم 16-11 وهي زاوية التربيع السلبية المنفصلة ما بين زحال وما بين أورانوس اللي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبتدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل مع القمر طبعاً عنا من الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الجمعة عنا أول زاوية بلشت تأثيراتها اللي هي زاوية الاقتران السلبية ما بين القمر وبين المريخ واللي طبعاً تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات الصباح طبعاً ذروتها الساعة 12 51 دقيقة بعد منتصف الليلة اللي هي الجمعة على السبت بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني بما نكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساء من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفياً بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي طبعاً تأثيراتها لغاية الساعة ذروتها الساعة 11 18 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني برضو تأثيراتها من الآن لغاية ساعات الظهر تقريباً فأكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون دروتها الساعة 11 و3 دقائق ظهراً بتوقيت جرينيتش بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية طبعاً هاي تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي طبعاً دروتها في ساعات المساء ساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعاً تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين وهي تأثيراتها لغاية آخر ساعات منتصف الليل من ليلة اليوم السبت أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس يعني أصبح من نصف بدر يعني لهو الربع الثالث بالنسبة للقمر فهذا الاتصال طبعاً رح يكون دروتها ساعة 51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش تأثيراته من ساعات العصر لا غاية ساعات ما بعد منتصف الليل بيخلق هذا الاتصال لدينا حالياً من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار وهذا الشيء رح ينعكس سلباً على علاقاتنا مع الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي رح يبدأ في تمام الساعة 51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى صباح يوم الأحد يعني لغاية الساعة 7 و59 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان هذا بيعني أن الفترة المذكورة اللي هي من الساعة نغول عشرة مساء من مساء اليوم السبت لغاية الساعة 8 من صباح يوم الأحد هاي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع حقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الكتفين والذراعين اليدين الجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائية الرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية يعني هنا نظام التبادل فهنا عشان هيك بنحكي إنه الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي اللي هم ربوا حساسية تحسس أشياء من هذا القبيل ينتبهوا بالفترة هاي لأنه بتكثر حالات الفلو أو الامفلوانزة أو الكورونا لأي إشي من هاي الأمور اللي إلها علاقة بالصدر والتحسس السعال الأمور هاي أكثر ناس بيتعبوا فانتبهوا لصحتكم حاولوا تأخذوا الوقاية اللازمة بالنسبة لهذا اليوم طبعا يعني يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية ما في أي تأثيرات سلبية لأنه طولة النهار ما في أي خلو ومسار طبعا هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد لا يصلح يعني ما بدنا عملية المغامر في قص الشعر يعني بلاش إلا إذا كانت ضراري كقص شعر عادي يعني أو تجميلي ولكن بدون صبغ بدون حنا بدون قص علاجي يعني بس سلو القص العادي محتمل بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر عمره 21 يوم زي ما حكينا مربع فيه تمام الساعة 7 و18 دقيقة مساء ويصبح 22 يوم نسبة الإضاءة بصير 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العدراء حتى يوم 23 تسعة طبعا هي الآن سعيدة بنسبة 40% ولكن في ساعة الصباح بتنزل نسبة السعودة لغاية 20% في ساعات المساء بتنزل أكثر لغاية 10 بالنسبة للقمر طبعا في برج الجوزاء من المفروض أن يكون سعيد ولكن بسبب الزوايا الكثير اللي كلها زوايا سلبية فقد نسبة عالية من الحظوظ طبعا هو موجود لغاية في الجوزاء لغاية صباح يوم الأحد هو الآن منتحس بنسبة 25% في ساعات الصباح بترتفع نسبة النحوس إلى 50% بظل طيلة النهار منتحس بـ 50% ولكن عند غروب الشمس بيصير تقل النحوس هاي التي تتحول في ساعات المساء لسعيد بنسبة 15% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 23 تسعة بعدين بدو يرجع للعذراء هو الآن منتحس بنسبة 40% الزهرة في العذراء حتى يوم 29 تسعة طبعا منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشر سعيد بنسبة 45% المشتري في الحمال بيتراجع حتى يوم 28 عشر منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% أورانس في الثور بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجاذي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم زي يوم أمس بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات ولكن بتكون تحذروا أثناء تنقلاتكم وحواراتكم ونقاشاتكم لأنه ممكن شوي تكون انفي عالي أو عصبي شوي أو تحتد في بعض النقاط أو تتكلم بعض الكلام وما يكون مفهوم مع الطرف الثاني فتصير بعض الخلافات طبعا هاي فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شي إنك ما تتهرد منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندك الزيارات وبتكثر عندك التنقلات يعني يوم نشط بشكل كبير بالنسبة لألك برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بتنهمكو في ضبط ميزانيتكم والتركيز على الأمور المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي مستردات هبات دعم ولكن أهم شي إنكو تتجنبوا النفقات لأنه اليوم عندكو شراها بالصرف أو المشتريات وأيضاً عندكو التزامات بتجيكو بطريقة مفاجئة ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصلحات أو لاستحقاقات مالية أهم إشي إنك تتجنب نزوات التسوق وانتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين وحاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات فممكن تنشغل ببعض المسائل المالية المتنوعة اليوم حتى فوتير أو سداد بعض الديون برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً عندكو قدرها عالية على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها خلال هذا اليوم طاقتكم أكثر ولكن برضو ممكن تتخذوا بعض القرارات المتسرعة فحاولوا تضبطوا عصابكم ممكن تلمسوا انفراج أو ترتفع معنوياتكم بشكل ملحوظ ممكن تواجهوا الواقع بمنطق وعزيمة وتتلقى جواب هاي الفترة أو تتوضح لك بعض الأمور بانتظارك اليوم لقاء أو بداية مرحلة جديدة ولكن زي ما حكينا بدون اتخاذ قرارات حاسمة وهاي القرارات تكون مش لصالحك برج السرطان بالنسبة لأموليد برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الأحد فعشان هيك بيظل التعب يمسيطر عليكم لليوم الثاني على التوالي أهم شانكو تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل تنتبهوا أكثر لغذاءكم وراحتكم وبتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة والإنفعالات وحاولوا أنكو تأخذوا قسط من الراحة لأنه ممكن تعيشوا لحظات فيها نوع من أنواع صعوبة فحاذروا الفشل والالتباس والتراجع الصحي لأنه ما رح يكون لصالحك بالفترة هي اتخاذ أي قرارات وبرضو حاولوا أنكو يعني ما تتسرعوا في أحكامكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء هاي فترة نشطة اجتماعيا ولكن بلشت الطاقة شوي يصير فيها نوع من أنواع الضغط بسبب اقتراب القمر من بيت المتاعب فما زالت هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم لإلك ممكن تنجز عملك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل أحدهم بتقدر تستشير أهل الاختصاص بتطمئن مخاوفك شوي بتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهم شيء أنك ما تستسلم بل تفاءل بالخير يعني بظل الأجواء فيها بعض الأشياء الإيجابية ولكن دير بالك من أي التباس يصير أثناء تعاملك مع الأصدقاء برج العذرة بالنسبة لأموليد برج العذرة طبعا بتكون تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل بتكون تقدموا أفضل ما عندكم ممكن اليوم تحققوا إنجاز أو تحرزوا بعض التقدم المفاجئ بدك تكون على قدر المسؤولية أهم شيء أنك ما تتردد بطلب رأي أو مساعدة من أحدهم حاول أنك تدع خجلك جانباً وعبر عن آراءك بثقة وجراءة وتجنب أهم شيء لكلام الجارح والقارس وفي نفس اللحظة ابعد عن المغامرات والمجازفات وما تشوه سمعتك في بعض التصرفات اللي تقدر تتجاوزها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اللي بدو يتقدم لامتحان أو مقابلة بدو يستعد بشكل جيد اليوم هاي فترة حافلة بالنشاطات العلاقات الاتصالات السفريات ترتيبات أو العلاقة مع جانب أو مع أشخاص من خارج البلاد بتقدر تبحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر اليوم للتراجع عن موقف ما بتكثر عندك الانشغالات الإدارية ولكن بدك تحاذر من بعض التعب أو الوهن الصحي اللي ممكن يجي بشكل مفاجئ طبعاً لبعض موليد برج الميزان برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتقدروا تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وأهم شيء أنه اليوم تسار على ترتيب أوراقكم وملفاتكم ممكن تحتاج لخبرة أحدهم اللي ممكن أنها تنقذك من ورطة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأقطاء لأجواء تقريباً يعني تدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة ولكن خلال هذا اليوم لا تكفل حد لا تضمن حد لا تغامر ببعض المسائل اللي ممكن يعني خصوصاً الأمور المالية اللي ممكن ما تستردها في الأيام القادمة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتكديروا بالك لأن القمر مازال موجود موجود مقابلكم تماماً وهذا الإشي بيسحب من طاقتكم فالأمور جيدة على مستوى تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفي ولكنها فترة بسبب انتحاس للقمر بتصير فترة فيها صعوبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات وممكن تعيش لحظات صعبة ومحرجة خلال هذا اليوم بتعاكسك الظروف وممكن تظهر معاكسات كبيرة ما بينك وبين الشريك ما بينك وبين الزوج ما بينك وبين شريكك بالعمل تعتبر فترة صعبة فعشان هيك حاول انك ما تجازف ما تعصب ما تفقد سيطرتك على أعصابك وما تخالف القوانين يعني على أساس أنه ما راح تكون لصالحك برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد طبعا بتكون تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل لأنه ما زالت ضغط على مستوى الصحة وعلى مستوى العمل فعشان هيك بتكون تنتبهوا لعملكم تنتبهوا لصحتكم حاضروا من التراجع الصحي بيجي بشكل مفاجئ لبعض موليد برج الجدي باكروا لعملكم اترك مساحة للغير لا تحرك ما تفرض سيطرتك على زملائك ما تدخل بأي مشاكل مع زملائك بالعمل باستطاعتك اليوم حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك ولكن بدون تسرع وحاول أنك تدرس قراراتك بشكل جيد إنها هل هي لمصلحتك ولا لا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا لأنه الخمر ما زال موجود في البيت الخامس لإلكم بيعطيكو نوع من أنواع الحضود رغم أنه القمر شوي لأنه في حالة منتحسة ممكن يسوي سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأحبة نزاع خلاف حساسية من موقف معين ما بينك وبين أحد الأبناء أو الأحبة فبدك تحذر من هاي النقطة وتقلبات المزاج فبتكثر عندك اليوم التنقلات وزيارات والاتصالات وممكن تتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح ولكن ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحباك وممكن يفاجعك أحدهم بالوقوف لجانبك وأهم شيء أنه حاول أنك أنت تتحافظ على ردات فعلك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا الأمور كلها ما زالت بتركز على أمور البيت والعائلة والمشاكل العائلية والعقارات استيجار بيت شراء بيت ترحيل تنقيل صيانة وهاي الأمور فبتنهمكم بمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم مش أنك تخصص وقت مهم لعائلتك ولشؤونك الخاصة وما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن اليوم يصير في بعض سوء التفاهم أو الشك في مسألة معينة حاول أنك تتجاوز وما تخلي الوسواس يشتغل في راسك أكثر فأكثر يعني ما الفترة هاي يعني هاي الأمور ليه الشك والغير والسوء التفاهم والمش عارف إيش هذه لا تخذ فيها بشكل كبير هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء